يعني الناس شايفة ان احنا في عندنا فرقة طبعاً نمر مزهلة انا قاعد عمال بتابع وبشوف كل اللي هم بأولاً اكتب تحياتنا ليكم كلكو ده مبدئياً ومنورنا ومشرفنا كل الولاد والبنات والعزفين الموسيقين الرائعين في حاجة بقى ملاحظة بالنسبة لي أولاً كل الناس انا واخد بالي مبسوطين يعني بيبتسموا ساعات كتير يبقى ممكن الموسيقى قاعد يعني منتقى الاحترافية بس مركز في شوق مكشر طبعاً الناس الحلوة دي كلها مبتسمة وفرحانة ومزقططة طبعاً انا مش تسألك هم مزقططين ليه بس انتو بينكو كيمية ما في فرحة ما انتو مع بعض بقى لكو قد ايه هي بس حاتك بتقول في كيميا ما بيننا عشان خاطر كل الفرقة الموسيقية احنا صحاب بقالنا اكتر من عشرين سنة او خمسة وعشرين سنة صحاب جداً يعني الروح ما بيننا في الفرقة احنا بنتعمل كلنا كأسرة مع بعض ما فيش بقى اللي هو ايه حد بيدرب مستر واقل بيدرب مستر علاء بيدرب مستر باي لا احنا كلنا بنتعمل كرة حلوة وفيه بهجة ما بيننا اللي احنا بنحاول نطلع على قد ما نقدر الفرحة حتى ما بنجي نختار اغاني بنختار اغاني يعني فيها قاع المقسوم اللي هو الحاجات الفراحة ما بنحاولش نختار اغاني كئيمة حتى الشغل بتاعنا احنا بنعمل في الكولور سعيدي بنعمل اغاني جديدة اغاني قديمة كل حاجات بنختارها اقع المقسوم شوية انتو الكورال بتاعك اسمه كوكتيل صعيدي ايوه مظبوط لكن بتغنوا الصعيدي وحاجات كتير كتير يعني احنا عشان دخلنا مهرجان الطبول تحت رعاية دكتور انتصار فبالنسبة لنا كان مطلوب مننا ان الكورال انتو انصر عبد الفتاة حبيبي حبيبنا كلنا الله يخليك طالبوا مني ان الكورال يبقى لابس الزي السعيدي وكما فطبعا اططرينا نعمل الاغاني اللي هي كلها عليها علاقة بالكولور السعيدي زي البام يا شواجتني وزي جريد النخل والبيت بيضة فاططرينا نعمل ما ان احنا كان كل شغلنا حاجات اغاني قديمة اغاني جديدة اغاني طربي يعني هما كلهم حافظين كوكتيل محمد فوزي كوكتيل عبد الحليم وتخيلت ثقافة برضو الطفل اللي هو يبقى اطفال معي عندهم سبعة وثمان سنين حافظين كوكتيل محمد فوزي كوكتيل عبد الحليم زي ما حتك شاف الموضوع منتشر دلوقتي الاغاني الشعبية شوي فانا بحول انمي ثقافة لا ده فيها جماعة مكلسون في عبد الحليم في فريد اللاطرش بس شغل في عندنا تراث عظيم لازم بحافظ عليه طب لفت لنظري حاجة تانية برضو واقل انه كلهم الاروبة اللي كانت بتزغرت هناك ترتيل صح؟ اه ترتيل كلهم كل حد عنده شخصية مستقلة طبعا اتنين هما مدربين بكفاءة وببراعة ان هما يقفوا على المصرح يعني عندهم اداء مش بيغنوا بس وحركتهم واحساسهم بالموسيقى انت اللي دربتوهم ولا ايه احكيلي الحدوتة دي الصراحة يعني اللي بيتعب معي في التدريب انا مش بضرب لوحدي انا معي برضو مستر علاء بيدرب معي اللي هو العازف خذك اللي قاد على الارجي الاولاني معي برضو مستر محمود باهر لان احنا معي مستر جيمي مستر مارتن احنا مجموعة عشان نعمل حاجة وجماعة فلازم كل واحد بيبقى عليه حاجة انا مثلا على رجل على طول فرحات انا مبسود بيه جدا استاذ محمود باهر احنا بنحاول حتى الروح مابيننا في البروفات مش بنحاول على طول بنشد ساعات عشان بس يبقى الشغل مظبوط بس على طول اللي هي الكوميديا نهزر مع بعض مش بنخلي الموضوع فلوك جامد لان تعليم حضرتك عارف تعليم الاطفال الصغيرة مش سهل فعشان نعمل فرقة طبل كبيرة نعمل قرال مجموعة كله يغني مع بعض حتى احنا معنا مجموعة ناس كبيرة فبرضو بنحاول نشاركهم ان احنا نخش روح فرقة حلوة عاوزين نطلع حاجة عشان كده شاركنا في مهرجانات عملنا حفلات في كل حتة بنحاول نوصل موضوع ان احنا عاوزين يبقى من الاطفال الزغيرين دي نطبل ونغني ونعزف كمان يعني انا كده في نصف الفرقة ما جبتهاش يعني انا جايب عندي اطفال بتعزف أنهون اطفال بتعزف كمان جاي ما شاء الله المرة الجاية لازم بقى نجيب المجموعة كلها لو قدرنا الامر الله سبحانه وتعالى